كيف يجعل البيض غالي و البن غالي لا نقوم بعمل كيكة نقوم بعمل كيكة المياه بدون بيض و بدون لبن نقوم بعمل كيكة اقتصادية جداً نقوم بعمل كيكة كل يوم و نتفرج على مطشاط كاس العالم هشة جداً و طعمها جميل جداً الأول نرى المكونات معنا كبايتين كبار من الدقيق كباية واحدة من السكر و كباية و نص من المياه و ثلث كباية زيت و معايا كيس و نص من البيكنج بودر او معلقة كبيرة و نص ده الكيس اللي انا مستخدمه حطيت منه كيس و نص و معايا معلقة خل كبيرة و ثلاث معلق كبار كاكاو احلى نوع كاكاو هو الكاكاو الخامل اسباني و هنحتاج كمان رشة صغيرة من الملح هنجيب البولا اللي هنعمل فيها خليط الكيك و هنحط فيها كباية السكر و هنضيف كمان المياه معانا كباية و نص و كمان هنضيف ثلث كباية الزيت لهم ملاحظين الكيكا موفرة جدا حتى كمان في كمية الزيت و هنضيف كمان الكاكاو و الخل الابيض اي معجنات ضيفوا عليها خل بيديكم نتيجة جميلة جدا و كمان هنضيف رشة الملح و هنقلب المكونات دي كلها بالمضرب اليدوي العادي لازم نقلبهم كويس جدا عشان السكر يدوب و يندمج مع المكونات دي كويس جدا بعد كده على طول نضيف كبايتان الدقيق مرة واحدة و نضيف عليهم البيكنج بودر و نقلب المكونات دي برضه بمضرب البيض لحد ما الدقيق يختفي تماما و هنكون مجهزين صنية الفرن دهنينها بالسمنة او بالزيت و نبطنينها بالدقيق بعد كده هنحط فيها خليط الكيك و نخبط الصنية في الرخامة خبطتين عشان لو فيه اي هوا يخرج منها بعد كده ندخلها الفرن الفرن انا مسخناه من نص ساعة بنسوي الكيكة على درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة على الرف الوسطان و خلي بالكو درجة التسوية و مدة التسوية بتختلف من فرن للتاني بناء على سخونية الفرن او برودة الفرن يعني الفرن ممكن ما يكونش مزبوط ف خلي بالكو من النقطة دي و بنعرف الكيك اذا كان استوى لا لا بندخل فيها سلاكة او شوكا لو طلعت مضيفة كده الكيكة تكون استوى ممكن نقدم الكيك كده و ممكن نعمل ليه طبقة تانية فوق و دي طبقة شوكولاتة كذابة طعمها بيكون جميل جدا هنحتاج فنجانين صغيرين من الزيت و فنجان واحد من اللبن البارد هنجيب الهند بلندر او الخلاط العادي و نفض الزيت و السكر في الخلاط ممكن تقلله كمية الزيت تكون فنجان و نص بس لو عاوزينها تقيلة يبقى معيارين من الزيت و معيار واحد من اللبن يعني الزيت ضعف اللبن و هنضيف ليهم معلقتين كبار من السكر لو عاوزين تزودوا السكر براحتكو بس كده بيكون طعمها زي الشوكولاتة بالضبط و كمان هنضيف ليهم 3 معلق كبار من الككاو الخام و احلى ككاو زي ما قلتلكو وهو الككاو الاسباني بعد كده هنضرب المكونات دي مع بعض بالخلاط ممكن تستعمله زي ما قلتلكو الهند بلندر و ممكن تستعمله الخلاط العادي هنفضل نخفق فيهم لحد ما قوامهم يدقل و يكونوا زي الشوكولاتة السايحة و زي ما قلتلكو اللبن يكون بارد و بالمقادير دي و بالطريقة دي الشوكولاتة الكذابة بتكون نجحة جدا و قوامها بيكون مظبوط جدا و كمان طعمها بيكون حلو قوي فما تخافوش من فشلها خالص هي كده خلاص خلصت قوامها تقيل جدا زي ما قلتلكو لو عاوزنها خفيفة شوية يبقى الزيت هيبقى فنجان و نص مش فنجانين بعد كده ننزلها على الكيك على طول ممكن الكيك يكون سخن و ممكن يكون بارد عادي خالص حتى لو لسه الكيك خارج من الفرن شايفين الشوكولاتة الكذابة تقيلة جدا ازاي عشان كده هنزلها بالمعلقة بعد كده نفردها بالمعلقة على الكيك بالشكل اللي انتو شايفينه ده و نساوي سطح الشوكولاتة الكذابة بالمعلقة كده و تزينوها من فوق باي حاجة موجودة عندكو في البيت بمناسبة كاس العالم انا هزينها بكرات الشوكولاتة و بالفرماسيق الملون بيكون شكلها جميل جدا و ممكن كمان تسيبوها كده بدون تزيين و هنسيبها ما تبرد خالص قبل من قطعها و لو مستعجلين عليها حطوها في الفريزر نص ساعة بس بعد كده قطعوها و قدموها و ده شكل الكيك بتاعنا النهائي شايفين شكله جميل جدا ازاي و كمان هش جدا و كمان طعمه لذيذ جدا و كمان موفر جدا باقل مقدير عندك في البيت تعملي صنية كيك كبيرة يعني ممكن تعمليه كل يوم و بالهنة و الشفا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو و السلام عليكم